بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لأسمائه الحسنى وصفاته العلا ووحدانيته وأصلي وأسلم على قائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أثقل بها الميزان وأحقق بها الإيمان اللهم لا تحرمنا بركتها وبرها واجعلها من خير وآخر أعمالنا وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْءًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وهو مظهر للوفاء والرحمة والتقدير وهو أقل ما يجب نحو الوالدين الإسلام دين البر وأعظم البر بر الوالدين ولقد حرص الإسلام على البر بالوالدين وقرن طاعة الله بطاعة الوالدين وجعل أعظم البر وأفضل الأعمال بعد الصلاة المكتوبة هو بر الوالدين حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون عن بر الوالدين إن بر الوالدين أخوات الكريمات هو أقصى درجات الإحسان إليهم إذا بنا نتحدث عن البر بنا نتحدث أقصى درجات الإحسان إلى الوالدين فيدخل فيه جميع ما يجب من الرعاية والعناية وقد أكد الله سبحانه وتعالى الأمر بإكرام الوالدين حتى قرن الله سبحانه وتعالى الأمر بالإحسان إليهم بعبادته التي هي توحيده والبراءة من الشرك من هنا جاءت مقولة نسمع كثير رضى الله في رضى الوالدين يشهد لذلك كيف إحنا نعتقد بهذه المقولة لأن القرآن الكريم يشهد لنا بذلك فآيات كثيرة فيها الأمر بعبادة الله وحده وحده مقرونا بها الإحسان إلى الوالدين قال قول الله سبحانه وتعالى وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقول الله سبحانه وتعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وهذا دليل على ما بينهم من تلازم وارتباط إذن عبادة رب العالمين مع الإحسان إلى الوالدين في ترابط والتزام إذن لا تتحقق العبادة مع العقوق إذن عبادة رب العالمين وعقوق الوالدين ما بيمشن مع بعض ولا يغني الإحسان إلى الوالدين مع الإشراك بالله إذن عبادة الله سبحانه وتعالى مع بر الوالدين الشرك مع العقوق بيمشي مع بعض لكن الشرك مع العبادة الله سبحانه وتوحيده مع عقوق الوالدين ما بيمشي لأن حقيقة العبادة حقيقة عبادة الله سبحانه وتعالى هي المحبة مع الذل والخضوع لله إذن منحب رب العالمين ومنخضع بنذل لله سبحانه وتعالى والعقوق إيش هو؟ عصيان واستكبار ما في ذل وخضوع إنما هو عصيان واستكبار فهو نقص في حقيقة العبادة يقول رسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عمر بن مر الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت زكاة مالي وصمت رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ونصب الرسول صلى الله عليه وسلم أصابع الاثنين بجنب بعض ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم طلعي هو عامل الفروض كلها ثم الأركان أركان الإسلام فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الفعل هذا بخلي الإنسان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا ما لم يعق والديه ما لم يعق والديه إذن كل العبادات اللي ذكرناها العبادات كلها هذه المذكورة سبحان الله لازم لازم تكون مع بر الوالدين بنا نتحدث اليوم يعني بصراحة عما يحدث لنا في المجتمع الآن من بر الوالدين أو يعني خلينا نقول أقرب عقوق الوالدين اللي بنشوفه في هالأيام إنه في كثير حقوق للوالدين فبنا إحنا نوخذ بعض الأفكار الآن إنه كيف يا ترى نبر والدينا طبعا ممكن الوالدين يكونوا أحياء وممكن الوالدين يكونوا توفاهم الله سبحانه وتعالى ممكن الوالدين يكونوا أطيب منهم وأسهل منهم في التعامل وممكن الوالدين يكونوا صعبين جدا إحنا بنا نتكلم عن صفة الوالدين وسنتكلم إن شاء الله عن كيف نستطيع أن نبر هؤلاء الآباء والأمهات أول شيء أول شيء لازم ننتبه إلو للوالدين وأقل شيء أن نستطيع أن نفعله الدعاء لهما الدعاء لهما من ألزم وأوجب وأهم الواجبات تجاه الوالدين الدعاء لهما إذن ألزم شيء لازم نعملوا الدعاء للوالدين اجعل ذكرهما والدعاء والدعاء لهما ملازما لك لا ينفك عن بالك ما يروح عن بالك أبدا للوالدين والدعاء لهم تذكرهما في سجودك في وطرك لاحظي اللي بنا نذكرهن الآن كلها أوقات استجابة الدعاء تذكرهم في سجودك في وطرك في دعائك المطلق في حجك في عمرتك في طوافة عند دخول خطيب الجمعة حتى تنقض الصلاة في آخر ساعة من يوم الجمعة بين الأذان والإقامة الدعاء بين الأذان والإقامة وغيرها من أوقات الإجابة ندعو لهما كان عروة بن الزبير رضو الله عنه يقول في سجوده اللهم اغفر للزبير بن العوام أبوه بالإسم وأسماء بنت أبي بكر أمه رضو الله عنهم فكان يدعو يذكرهم بالإسم ولاحظي بالسجود يدعو لوالديه عن أبي هريرا رضو الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به بيت القصيد الآن في الدرس هذا وأو ولد صالح 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 يدعو له الولد الصالح الذي يدعو له الدعاء الدعاء للوالدين فبين الحديث أنه عمل الميت ينقطع بموته وينقطع عنه تجدد الثواب شوفوا على قيد الحياة بظلوا يتجدد ثوابه لأنه كل ما يعمل عمل صالح بصير تجديد للثواب الميت بنقطع هذا العمل وبينقطع عنه تجدد الثواب إلا في هذه الأشياء دعاء الولد الصالح وقال سفيان بن عيينة في قوله عز وجل أنشكر لي ولي والديك بقول من صلى الخمس فقد شكر الله من صلى الخمس فروض اللي عليه بكون شكر رب العالمين الآن بنا يشكر الله ويشكر والديه فمن صلى الخمس شكر الله سبحانه وتعالى ومن دعا لوالديه بعد الصلاة فقد شكر لوالديه إذن بعد كل الصلوات الخمسة بنا نصلي الخمسة أولا الصلواتنا المفروضة ونشكر الله سبحانه وتعالى اللي هي عبادة الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى ثم نشكر للوالدين الدعاء للوالدين بعد كل صلاة إذن من أوجب وألزم شيء بنا نبر فينا ونبر الوالدين فيه ندعو لهم في كل وقت للوالدين طيب يا ترى الدعاء بس للميت لا الدعاء للأموات والأحياء أيضا الدعاء للأموات منهم والأحياء أيضا ندعو لبعضنا البعض حتى على قيد الحياة أمر ثاني من البرب الوالدين لين الجانب لهما والقول الكريم لهما مما يجب على الأولاد تجاه والدي كل ولد ولد نتكلم من ولد ولا بنت فكل مولود ولد أن يخاطبهما بالقول اللين والكلام اللطيف ولا يرفع صوته عليهما ولا يخاطبهما بالعبارات الحادة والكلمات النابية والغلظة والشدة فهذا محرم شرعا وهو من العقوق إذن رفع الصوت على الوالدين هذا من العقوق إذا يحدوا النظر فيهم يعني بتطلع فيهم هم بتكلموا مثل الله يهديهم أولادنا في هذه التربية يعني تربيتنا غير صحيحة للأولاد وما علمناهم بر الوالدين فببقى يعني البنت تطلع في أمها ولا بتنزل عينها ما في احترام ما في بر للوالدين فبقولك إذا أنت بتخاطبهم بصوت مرتفع هذا عقوق إذا بتحد النظر فيهم يعني بتجحرهم هم بتكلموا أو بتطلع عليهم كأنه يعني اللي بتكلموا في يعني مش ذكاء غباء وغير ذلك ومستصغر مستصغرهم هذا أيضا عقوق ولو ما حكيت ولا كلمة هذا عقوق للوالدين حتى مخاطبتهم بالعبارات الحادة بيقولوا عدم حتى مناداتهم بعض العلماء بيقولوا إذا بتنادي أمك وأبوك بالإسم عقوق وبعضهم حتى بيقولوا إنه إذا بتنادي يا حج يا فلان يعني كذا بدون أبي وأمي أبتاه يا أم يا أبي كل هذه الفاظ بتبين أنهم بدك تبين الإشارة أن أمك وأبوك وهذا من البر وأي ألفاظ أخرى تعتبر عقوق للوالدين وربنا سبحانه وتعالي يقول وقدى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول أف ولا كلمة أف أف طبعا مش كلام إنما يعني تأفف التأفف حرام وعقوق تصور إنه الإنسان إذا بتأفف بكلام والدي هذا من العقوق والبر إنه حتى لا يتأفف من كلام والدي قال زين العابدين علي بن الحسين قيل له لاحظوا القصة إنك من أبرر الناس بأمك ما في حدا ببر أمه مثلك أنت ولسنا نراك تأكل معها في صحفة يعني ما بتوكل معها في نفس الصحن حطوا الصحن أنت ما بتوكل مع أمك هل أنت يعني متقزز طبعا أنت بار في أمك جدا فشوفوا الجواب شوفوا البر فقال أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها قال ما باكن معها بالصحن بخاف إن عينها تيجي على اللقمة ونفس فيها وأنا تكون إيدي وصلت لهذه اللقمة وأختها وأكون قد عققت أمي تصور إلى هذه الدرجة إنه ما بوكل معاه لأنه خايف إنه يوخذ اللقمة وتكون أمه نفسه فيها ويحس حاله إنه عق أمه قارنه هذا بما يفعلوا الناس بأمهاتهم وأبائهم بهذه الأيام إنه ما يعني يتقزز من أمه يخجل إنه تكون أمه معاه ما بده إنه هذه أمه أو أبوه وهذا من العقوق وقال أبو الطفيل رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعران وأنا غلام شاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم اللحم كأنه مذبوح لحم وكان يوزع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم فرشلها لباس عبات فرشلها ثوب صلى الله عليه وسلم فجاءت فقعدت عليه قعدت على لباس الرسول صلى الله عليه وسلم ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم أو عبات الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت من هذه قالوا أمه التي أرضعت أم التي أرضعت صلى الله عليه وسلم البر بالأم حتى الأم التي أرضعت الأم اللي ربت أيضا يجب البر فيها أحيانا يمكن الأم اللي ولدت ممكن تكون يتوفاه الله سبحانه وتعالى ممكن تكون حصل بعد الولادة طلاق وفراق أحيانا يعني فيه وربتك زوجة الأب أو زوج الأم وكانوا بارين فيك فأيضا هذول اللي هم حق الوالدين حقوق الوالدين إذن والرسول صلى الله عليه وسلم أجلسها على عباته لأنها أرضعته برا بها صلى الله عليه وسلم وبكى إياس بن معاوية حين ماتت أمه بكاء شديدا صار يبكي بكاء شديد فقيل له في ذلك شو هالبكاء الشديد فقال كان لي باباني مفتوحاني إلى الجنة فأغلق أحدهما وحق لعين بكاها إذن الأم والأب بابين من أبواب الجنة وهلا ماتت الأم معنى ذلك إنه أغلق علي باي فحق لعيني إنها ظلها تبكي إنه أغلق علي باب من أبواب الجنة أبو حنيفة رحمه الله أمه أبو حنيفة بنعرف مين أبو حنيفة العالم الرباني المحدث يعني المذهب صاحب مذهب فقيه قال كانت أمه تأمره أن يذهب بها إلى فقيه من أجل أن تستفتيه كانت تيجي لابنها وتقول له وديني على حد بدأ أسأله سؤال فقي عندها أبو حنيفة رضو الله عنه ورحمه الله وبعد ذلك بتقول له وديني على واحد بدأ أسأله سؤال أستفتيه فكان يأخذها بيدها ويذهب بها إليه بل إلى واعظ يعني مش فقيه وليس إلى فقيه من أجل أن تسأله أمه بتقول له وديني على واحد يعني فهمان بالفقه عشان أسأله بدأ أستفتيه طبعا يوم كان يخذها اللي رايحة استفتيه يقول ماذا يقول أبو حنيفة أنا شو بعرفني ابنك أبو حنيفة فماذا يقول ابنك ماذا يقول أبو حنيفة فيسأله حتى ماذا تقول يا أبو حنيفة المسألة فيجاوبه فيرجع يجاوبها وبعدين يرجحها فيأخذ بيدها برا بها ويذهب بها إلى الواعظ من أجل أن تسأله أنت تصوري أنت يعني ابنك فهمان في ميكانيكي سيارة ولا يكون طبيب ولا يكون يعني فهمان بشيء معين وانت تيجي تسألي والله أنا بدأ صلح سيارة تشوف لي والله ميكانيك ميكانيك فهمان روح بدي أسأله عن السيارة ويكون هو تخصصه هذا يمكن يعني يضربها الضرب القاضي لأمه أما هذا أبو حنيفة بيحمل أمه بمشي فيها وبروح عشان تسأل تستفتي وهذا يعني أزهد أزهد الناس في علم العالم أهله وجيرانه بر الوالدين نعرف يا أخوات ليس مكافأة لهم على إحسانهم مش إذا كانوا محسنين إننا إحنا بنكافئهم على إحسانهم بنبرهم وإذا كانوا غير محسنين ما بنبرهم بر الوالدين ليس مكافأة لهم على إحسانهم بل فرض بر الوالدين فرض أوجبوا الله سبحانه تعالى على الأبناء المكلفين يجب عليهم آداؤه مهما كان حال الأبوين من الإحسان أو عدمه إذا كانوا محسنين الأبوين ولا غير محسنين البر واجب فلابد من فصل بين جهة تكليف الوالدين وجهة تكليف الأبناء وكل محاسب على جهته عند الله ولا يعفيه إذن ولا يعفيه من مسؤوليته الاحتجاج بتقصير الآخر يعني بسبب تقصير والدي وكانوا قاسين علي وما عملوا لي إشي وأبوي كان كذا وأمي كانت كذا وأبوي ما في الفرض البر بغض النظر عن تقصيرهم أو تقديم الإحسان لا شك أنه يعني إذا كانوا محسنين وصنعوا لنا الكثير بيكون أسهل البر لكن إحنا كل الأجر على قدر المشقة لأن البر والإحسان محلهما ظاهر المعاملات ووسيلتهم الجوارح بالأساس أدب النظر وطيب القولي والرفق بالنبرة بالنبرة الكلام معاهم ولين المعاملة والخدمة والرعاية سعة الصدر المداراة التغاضي الطاعة في المعروف وكل هذا لا يتطلب ما بتطلب من قلب المؤمن إلا أن يقر فيه حب الله ورسوله وتعظيم أمرهما إذن ما في مش بسبب إحسانهم إحنا إنما هذا فرض واجب علينا الإحسان للوالدين ما في إلا يكون قلبك مليان بطاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أنا بعمل هيك لأن الله أمرني وبعمل هذا ببرهم لأن الله والرسول صلى الله عليه وسلم أمروني ببر والدين بغض النظر عنهم حتى يجب نبر الوالدين ولو كانوا غير مسلمين لو كانوا الوالدين غير مسلمين كانت الوالدة مثلا غير مسلمة برضو مشركة فيجب علينا برها ولو كانت على دين غير الإسلام قال قال كان محمد ابن سيرين إذا اشترى لوالدته ثوبا اشترى أليا ما يجد يوم يروح يشتري لأمه ثوب لك ماشي يصير يحس فيه بده أليا إشي عشان ما ييجي على جلدها إلا اللين فإذا كان عيد يوم العيد صبغ لها ثيابا كان يروح لها ويقولها إيش بدك هذا الثوب بده شو بسوي لك كيف اللون لك شو الألوان اللي بدك أحطه على هذا الثوب عشان العيد شوفوا البر بالوالدين وما رفع صوته عليها قال كان كلما يكلمها كالمصغي إليها عندما يكلمها مثل اللي بسمع إلها مش هو بحكي قال من رآه عند أمه لا يعرفه ظنا أن به مرض من كثر ما بحكي معها بصوت منخفض وبأدب فقال يحسب أن به مرضا منخفض كلامه عنده فهذا من الرب أولادنا عليه أخوات أنه يتكلم مع أمه يتكلم مع أبوه يتكلم مع جدته مع الكبار بالسن بصوت محترم بنبرة ما فيها تعالي ما فيها صراخ ما فيها يوم التناديب اسمه بتناديب يقول لك وات بصوت مرتفع هذا عقوق ليس بر يجب أن يتعلموا لأولاد نعلم إحنا أنفسنا نكون مثال لهم يحتذى ويقتدى به نعلمهم كيف نتكلم مع أمنا نتكلم مع أبونا وكيف لا نتأفف في طريقة التعامل معهما طبعا اللين بالتعامل والرفق بهم والدعاء لهم أحياء وأموات والرفق معهم في الحياة لكن برط بعد الوفاء لهم حقوق علينا والدينا هنيئا لمن يعامل أهل ووالديه ببر وإحسان ولكن للأسف هناك أشخاص شغلتهم الحياة ونسوا أهلهم أهلهم إلا في المناسبات والأعياد فلا يجنون إلا الندم والحسرة عندما يخطف الموت أحبتهم غالبا غالبا اللي بيسأل هل يجوز عيد الأم هل يجوز عيد مش عارف إيش هذه الأعياد اللي هي ما فيها بر غالبا هذا ما بيشوفها وما بده يعيدها إلا أو يرسل لها هدية إلا في هذه المناسبة البار بوالديه ما بيسأل عن عيد ما بيسأل بس عن مناسبة وما بيسأل إنه مادرز دي ولا مش مادرز دي هو ولا الأب ولا الفادرز دي ولا غيرها ما بيسأل عن هذا ما بيسأل البار كل أيام بار بوالديه كل الأيام بار بأم بأمه بار بأبيه ما بيسأل عن مناسبات اللي بيسأل عن مناسبات هذا إنسان يعني مثل غير المسلم بعض اللي هما بيحتفلوا في هذه الأعياد بيرسل لها ورد إلى بيت العجزة وأحياناً بتكون توفت وهو ما بيدري إنها توفاها الله ما بيعرف بودي لها الورد وممكن الورد يرجع لها وممكن لها ميتة في البيت لها أسبوع وسبعين وشهر كم قصة سمعنا بيستمعنا إلى هذه ولكن متى اكتشف اكتشف في مناسبة ماذرز دي راح ودى لها فعرف إنها ميتة المسلم مش هيك أبداً المسلم مش لازم يكون هيك مش بلها احتفالات هذه إنما هو بار بوالديه في كل أيام السنة طبعاً متى بتحصر الإنسان بعد وفاتهم أما هم على قيد الحياة بيقول يلا بعدين ببرهم وبعد شوية وبعدين بسمع يعني ببر أمي أو ببر أبوي يعني كم مرة تلاطفنا معاهم أحياناً الأم بتكون يعني مات الأب وهي شابة وربت أولادها وجلست معاهم وربتهم التربيق الصحي وكبروا هالأولاد وتزوجوا والبنات تزوجن وكل واحد مشغول بحياته وهذا بتطلع مع زوجها وهذا بتطلع مع زوجته طيب هذه الأم يا ترى حد يعني فكر إنه يا ترى بدي أخذ أمي معاي على المطعم وأجلس أنا وياها وطعميها يعني ما إلها حدا إلا إحنا الأب إنه يجلس الواحد مع أبو لوحدهم أو يأخذوا مشوار رحلة يفرجي طعمي وين هذا هذا البر لازم يكون موجود فينا إحنا المسلمين أكثر من غيرنا أكثر من غيرنا قبل فترة كنا في يوم كانت دنيا مفتوحة في مطعم وجالس يعني رجل غير مسلم كبير بالسن يعني أنا بقول في الستينات أمه في التسعينات وجالس بقطع لها في الطعام وهي مريضة يعني توكل بطريقة طبعا يتساقط الطعام منها لكن هو بمسك وجهها وبمسك شعرها وبحسس عليها وبملس عليها وبطعميها وبقطع لها الطعام صغير ويضحك ومسرور إنها هي بتوكل هذا المنظر ليش إحنا معدوم عنا إحنا كمسلمين رغم إنه هذا صلب ديننا بر الوالدين لماذا لا يكون هذا حال المسلم حال المسلمة مع والديها وحال المسلم مع والديه ما بفطن الواحد إلا بعد وفاتهم بده يعوض الواحد بعد وفاة والديه حيث يذكر في الحديث أنه جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال للرسول صلى الله عليه وسلم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل بقي من بر أبوي شيء برهما به بعد وفاتهما يعني الآن توفوا فيه إشي بقدر أبرهم فيه فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما إذا رسول صلى الله عليه وسلم دلوا كيف أنت تبر والديك بعد وفاتهم الصلاة عليهما نعرف صلاة الجنازة بعض العلماء قالوا الدعاء بعد كل صلاة كأن الصلاة عليهم قالوا أنه يربط أنه بعد كل صلاة يدعو لهما صلاة الجنازة طبعا الاستغفار لهم يستغفر لوالدين إنفاذ عهدهما من بعدهما العهد اللي هم تركوه أوصوا به إذا كان حلال ننفذ هذا العهد إكرام صديقهما إكرام صديقهما صلاة الرحم التي لا توصل إلا بهما كان يروح على عمته أبوي كان يروح على خالته كلها هذه الصلاة يجب أن نصلها حتى بعد وفاتهما ومن ذلك أيضا قضاء الدين عنهما قضاء الدين عنهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه نقضي عنه الدين إذا عليه دين نقضي هذا الدين قضاء الكفارات عنهما عن الوالدين مثل كفارة اليمين إذا كان عليهم كفارة يمين نقضي عنهم هذه الكفارة كفارة الصيام إذا كان عليهم كفارة الصيام لسا ما أطلعوها كانوا لازم في رمضان ما بصوموا وهم بطلعوا كفارة وما طلعت وتوفوا فعلينا نخرج الكفارة الصيام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى فدين الله أحق أن يقضى الصدق عنهما عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه توفيت وهو غائب عنها فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها بقدر يعني بنفحها إني أصدق عنها قال صلى الله عليه وسلم نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدق عليها إنه بستاني يوم يقولوا حائط يعني بستاني محوط عليه سور فحائطه اللي هو البستان المخراف اللي هو مثمر ويقال إنه جاهز للقطاف في الخريف يعني جاهز إنه يقطف لهم مثمر هذا صدق عن روح والدته إذن الصدق عنهم ويروى أن عبد الله بن عمر كان مارا بالسوق رد الله عنهما فالتقى رجلا من أصحاب والده من أصحاب عمر الخطاب رد الله عنه بعد وفاته فنزل عبد الله عن دابته وسلم على الرجل ثم منحه الدابة هدية أعطى الركوب تبعته هدية فلما سئل عن ذلك قال إنه كان صديقا لأبي رحمه الله صديقا لأبي رحمه الله حيوة بن شريح قال من يقول شوف مقولته من لم يبر أبويه في حياته لما تبكي عيناك على وفاته لاحظتوا إذن من لم يبر أبويه في حياته لما تبكي عيناك على وفاته بتلاقيهم يعني يوم هالجنازة ده بحين حالهم من البكة وهم يمكن لهم أشهر مش شايفينه يمكن أشهر مش مسلمين عليهم ولا بعرفوا شو والدي ما زاره مريض ما دار باله عليه وبعدين عند الوفاة بصير يبكي بيقول لك لا 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 إذا ما بريت وانتحي لما تبكي العينين على وفاته وقال الأصمعي حدثني رجل من الأعراب قال خرجت أطلب أبر الناس في والديه قال طلعت عشان أشوف أبر الناس بوالديه فانتهيت إلى شاب وفي عنقه زبيل فيه شيخ كانه فرخ معلق في رقبته زبيل أو بعض الناس بسموه زنبيل إما كيس أو القفة اللي مصنوعة من عسف النخل يعني من القش معلقها في رقبته معلق السلة في رقبته وفيها شيخ كبير رجل كبير بالسن وضعيف وموجود في هذا السلة معلق برقبة ابنه كأنه فرخ فكان يضع بين يديه في كل ساعة فيزقه كما يزق الفرخ كيف بزق الفرخ الطير قال كل وقت بمسك والده وبطعمه في ثمه مثل ما بزق الفراخ أو الطيور بزق الطيور الصغيرة فقلت ما هذا قال أبي مين هذا اللي انت حامل في رقبتك فقال أبي وقد خرف يعني فقد العقل والجسم وغيرها وأنا أكفله قلت هذا أبر العرب إحنا الآن مش مطلوب تحملي برقبته ويظلوا داير فيه له إنسان على الأقل بر الوالدين أنه يبرهم ويتفقدهم ويسأل عنهم ويطعميهم يشتري لهم هدية يفرحهم يضحكهم يحكي لهم قصة مسلية يسمعهم هم يتكلم وماك مش كل ما يجوا يتكلم هاي القصة سمعناها ألف مرة ما بنا نسمحها حكتيننا هذا حكتيننا هذا طبعا الكبير بالسن بد يظلوا يعيد القصص بدك تسمع وتصغي إليهم حتى تؤجر وتكون بار بوالديك إذن بر الوالدين طب إله أثر عظيم في حياتنا إذا برنا والدين من بر من بر والديه كان حقا على الله تعالى أن يدخله الجنة فهو من أسباب دخول الجنة إذن سبب من أسباب دخول الجنة أنه الإنسان بر والديه بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله تعالى فهو يأتي في المرتبة الثانية بعد الصلاة على وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على وقتها إذن الصلاة على وقتها بعدها بيأتي بر الوالدين وهو مقدم على الجهاد في سبيل الله مقدم على الجهاد في سبيل الله ومن بر والديه فله الأجر والثواب العظيم من الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما شوفوا البر كيف سبب في غفران الذنوب فبقول للرسول صلى الله عليه وسلم إني أصبت ذنبا عظيما فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو بسأل فهل لي توبة أصبت ذنبا عظيما فهل لي توبة. قال هل لك من أم؟ رسول صلى الله عليه وسلم سألوا هو بسألوا عن ذنب. عمل ذنب عظيم وجاء يسأل عن التوبة فرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. إلي خالة قال فبرها بر خالتك الله بيغفر لك ذنبك لأن الأم مش موجودة بر الخالة والخالة أم كما نعلم والعم صن والأب كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إذن نيل الرضا من الله سبحانه وتعالى فرضا الله من رضا الوالدين إذن إذا بنا الرضا الله سبحانه وتعالى بنا يرضو علينا والدين يرضو علينا والدين إن جاء من المصائب والكروب فمن بر والديه فرج الله كربه وأذهب عنه الهم والحزن وجعل له من كل ضيق مخرج إذن الببر والديه ربنا سبحانه وتعالى بيجعل له من كل ضيق مخرج وكلكم بتذكر تعرفوا قصة اللي سكرت عليهم المغارة كان سبب في فتح باب المغارة أنه واحد منهم كان بار بوالديه إذن بر الوالدين بسبب تفريج للكروب وهذا أخواتي حتى إحنا إذا أنت يجب أن تكون بار بوالديك وحيانا ممكن الأزواج بنشغالهم ما بيكون بار بوالديه كفاية فأنت أيضا واجب عليك الذكري ببره أن يكون يبر أمه ويبر أبوه إليك أجر في تذكير في ذلك تذكير الزوج في أن يبر رحمه وهذا بتشاركيه في الأجر إن شاء الله اللي الله سبحانه وتعالى ينفس كروبك ويفرج كربك ويفتح لكم أبواب الفرج هذا بأنه زوجك يكون بار بوالديه فهو يعني سبب في تفريج الكروب النجاح والتوفيق في أمور الدنيا وأحوالها فمن أعظم أسباب التوفيق في الحياة رضى الوالدين وطاعتهما من بر والديه من الله عليه ببر أبنائه غالبا يا أخوات بعضهم الله يتدخر الأجر للآخرة لكن غالبا أنه اللي ببر والديه أولاده ببره ممكن بعض الحالات أنه لا ببر والديه أولاده ما ببره بعقه لأن الله سبحانه وتعالى يتدخر له الأجر يوم القيامة لكن نحن نتكلم على الغالب من بر والديه من الله عليه ببر أبنائه عندما يكبر ومن عقهم بعقهم سيعقه أبنائه وعن ثابت البناني قال لاحظوا هذا عن اللي ببر الله بيسر الأولاده يبره واللي بعق بيسر الأولاده يعقه روي أن رجلا كان يضرب أباه في موضع لا حول الله قوة ألا بالله لا حول الله قوة إذا أف حرام هذا بضرب أبوه في موضع فجاء الناس فقيل له ما هذا شو اللي بتعمل فيه أبوه رجل كبير وهو بضرب في أبوه منظر أعوذ بالله فقال الأب خلوا عنه اتركوه فإني كنت أضرب أبي في هذا الموضع الله أكبر لا حول الله قوة ألا بالله إذن واحد بضرب في أبوه أجو الناس يشوفوا شو بصير فالأب بقول اتركوه اتركوا ابني فإني كنت أضرب أبي في هذا الموضع فابتليت بابني يضربني في هذا الموضع لا حول الله قوة ألا بالله هذا بذات ولا لوم عليه طبعا فيه لوم عليه لكن هذا بعطينا درس أنه نتق الله سبحانه وتعالى انبر والدينا عشان الله يسرننا أولاد يبرونا ما يتركون مثل هذا الرجل اللي قال أنه يعني ضرب أبوه في نفس المكان اللي ضرب فيه أبوه أجأ ابنه ضربوا فيه ألا وإن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين والمراد بالعقوق كما قال ابن حجر صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية إذن كل ما بأذي أبوك وبأذي أمك هذا عقوق إلا بعض الناس اللي بأذيهم أنه مثلا أني أصير أصلي بأذيهم أن أروح على المسجد بأذيهم أن يتحجب هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إحنا بنتكلم عن أنهم بزعلوا مني على أشياء أني بستطيع أفعلها مش خارج قدرتي فالعاق لوالديه محروم من نظر الله إليه يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان بما أعطى لا حول ولا قوة إلا بالله العاق لوالديه العاق لوالديه ومدمن الخمر على الخمر والحشيش والمخدرات والمنان بما أعطاه إذن رب العالمين بعجل عقوبة بعض الناس بسبب العقوق والرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه إذن حتى بصير شجار مع إنسان إذا بيسب على أبوه هو بيسب على أبوك بالمقابل معنى ذلك أنت عاق لوالدك لأنك أنت سببت فيما سبت والدك أو أنت عاق لوالدك لأنه أنت السبب سبيتي على والدة حد فسبه على أمك فمعنى ذلك هذا عقوق أنت العاق لوالدك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من العقوق بنا ننتبه لنقطة يا أخواتي وهي إذا أدى المكلف ما يجب عليه من البر والرعاية والإحسان فلا يضره إن شاء الله عدم رضاهما عنه أو عن نهج حياته طالما كان موافقا للشرع إذا إذا أنت أديت اللي عليك لوالدك وهم ما رضوا رضاهم صعب مش عاجبهم كل اللي بتقدر عليه عملتوا وهم مش راضين المهم أنت ترضي رب العالمين بل لا يضروا كمان ما بضرك بإذن الله دعائهما عليه ما دام بغير وجهه حق يعني مش غضب الوالدين بحقه باطل ما بصير الظلم فحتى لو دعوا عليه هم أدي كل اللي عليه فدعائهم الله ما بستجيب لهم إذن مثل ما قلنا ما دمنا إحنا نقدم الإحسان إذن لا يضره دعائهم عليه ما دام بغير وجهه حق وهذا وعظم حق الوالدين على الأبناء لا يعني أن لهم حق التصرف المطلق في أولادهم يعني عظم الوالدين حقهم كبير لكن مش معناته بتصرفوا في أولادهم تصرف مطلق أو التسلط عليهم تعنطاً وإضراراً أو إبطال حقوقهم المشروعة في الخيارات والقرارات إنه ما بقدر يقرر حتى الواحد في بيته وياخذ قرار لا هذا مش من البر بالتحكم المتجبر في شؤونهم وتجاهل كونهم راشدين مسؤولين ودوي حقوق كذلك ما بس يعني مش من حق الوالدين إنهم يتجبروا برضو في أولادهم جاء رجل وقال لأحد العلماء إنه أنا أبوي بطالبني أن أطلق زوجتي وزوجتي ما عليها أي كلام لازم أطلقها قال له لا تطلق زوجتك قال بس عمر بالخطاب رضو الله عنه يوم حكى قال لعبد الله لابنه إنه يطلق زوجته طلقها قال له لما يصير أبوك مثل عمر بالخطاب رضو الله عنه وتصير أنت مثل عبد الله بن عمر بالخطاب بعد ذلك بنسمع الكلام لكن الآن في ظلم وفي تجبر وهذا ليس في هذه الحالة ليس من حق الوالدين أن يستمع لهم الأبناء في هذه الحالة لذلك على الأبناء كما الوالدين الحرص على معرفة الحدود الشرعية للمعاملات والحقوق بينهما كي لا يقع تفريط أو إفراط بسم الله أو شرعه لازم نعرف إيش حق الوالدين إيش حق الزوجة إيش حق الزوجة إيش حق الأولاد عشان الإنسان ما يتعدى لا على حق هذا ولا على حق هذا كل ذي حق حقه وحتى لا تثقلوا على الأبناء خاصة تكاليف يحسبونها من البر وليست من فيخلون بتكاليف أخرى هي من البر حقه ما بصير نحمل الأولاد والبنات تكاليف نقول لأنا أمك لازم أنت تعمل هيك وهذا الولد يفكر أنه صح واجب أنه يعمله ويضيع حقوق أخرى لكن مثل ما قلنا نعرف شو إلنا وشو علينا هذا من الحقوق الوالدين قبل أن نختم إن شاء الله بالدعاء بنسأل عن الواجب اللي عملناه الأسبوع الماضي ونعطيكم الواجب للأسبوع هذا إن شاء الله إذا بتذكروا الواجب الأسبوع الماضي كان إنه تصحيح الحجاب شيء في حجابك ثم قلنا إنه تعتذري على أسلوبك في النصيحة أسلوب في النصيحة حفظ سبع آيات ذكرنا إنه نمحي شيء من السوشال ميديا إذا كان في شيء كنا فيه غمز أو لمز للآخرين والخامسة نسيتها على أي حال لأنني أنا عملت أربعة منهم الخامسة اللي هي سوشال ميديا ما 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 عندي سوشال ميديا وبكتب عليها أو بحط عليها على أي حال إن شاء الله كل كل تزمت بهذا وحاولت إن شاء الله تحفظ أنا حفظت سبع آيات واعتذرت على أسلوبي في النصيحة لأولادي وأهل بيتي على أي حال بعدما انتهت درس مباشرة وجدت إنه المسيج جايات من أولادي يقولون إحنا بننتظر الاعتذار على الأسلوب في النصيحة قدمت الاعتذار على أسلوبي في النصيحة وظاهر إحنا بنقص على أولادنا أكثر من غيرهم هم بيحكوا إنه مش نصيحة أنا بنصحهم I destroy them إلا كنتي الله يرضى عليها فبننعمل shout out لأم جمال لأنها قالت أحلى أسلوب نصيحة وأحلى نصائح لكن مثل ما قلت إن شاء الله الواجب إحنا قمنا فيه جميعا الواجب الجديد إن شاء الله الواجب الجديد نقرأ صورة الكرسي آية الكرسي بعد كل صلاة آية الكرسي بعد كل صلاة إن شاء الله كنا التزمنا بذلك الآن الواجب الجديد الواجب الجديد اللي إن شاء الله بنا نلتزم فيه بنا جميعا ننوي ونقدم صدقة عن والدينا عن أمي وعن أبوي صدقة طبعا معروف أنتوا يا أهل شيكاغو الصدقة بتعطوها للموس فونديشن بتنووها للنيابة إن شاء الله عن الوالدين كانوا أحياء أو أموات واللي في أماكن أخرى على مسجد الحي مسجد القريب منك تصدق أو تصدقي عن روح أمك أو روح أبوك أو عن أبوك أو عن أمك أحيانا أنت بدك تصدق عن ثلاثة ممكن عن أمك اللي ولدتك وأمك اللي ربتك وعن أبيك أو عن أربعة ممكن ربوه الجدود فإننا بدنا ننوي صدقة إن شاء الله من الآن الصدقة لمسجد عن روح أمي عن روح أبوي عنهم أحياء كانوا أو أموات الصدقة مالية بدنا نتفحها لمسجد القريب مننا إذا يعني توصليها وصليها لكنه إنويها إنها ستخرج والمقدار كل واحد على قدرته دولار عن كل واحد عشرة مية ألف كل واحد اللي بده إياه بدنا ننوي نكون إن شاء الله صدقة بإذن الله الآن يعني تكلمنا وإحنا في شهر من الأشهر الحر فبدنا نصدق إن شاء الله عن أرواح آباءنا وأمهاتنا إذن الصدقة عنهم اثنين اللي بدنا نعمل إنه بدنا إن شاء الله بإذن الله ندعو لهم خلال هذا الأسبوع خلال هذا الأسبوع الأربعة هاي الأربعة القادمة بعد كل صلاة ما تنسي ولا مرة إن شاء الله إذن سيت تحاول تذكري حالك تحطي يعني نوت إنه لا تنسي إنه بعد كل صلاة بعد كل صلاة تفرض ندعو لوالدينا ندعو لهم ندعو ندعو بعدين للمسلمين جميعا الثالثة اللي كان لآبائهم يعني على قيد الحياة أمهم وأبوهم على قيد الحياة لسه يعني أحياء إن شاء الله ربنا يطول في أعمارهم يعطيهم الصحة والعافية بدنا إذا كنتي قريبة منهم وبتقدر توصليهم تذهبي لأمك أو أبوك أو الأثنين إذا كانوا أحياء إن شاء الله تسلمي عليهم طبعا لابسي كمامة بدنا تكوني وتقبلي الإيد تقبلي إيدهم وراسهم وتقولي لأمك إنك بتحبيها وتقولي لأبوك إنك بتحبه بتحبي أبوك يعني حتى ما تستعملي اللفظ الإنجليزي لأنه يمكن الإنجليزي إحنا العرب نحاول نحكي عشان نتهرب من كلمة أنا بحبك يا أمي أنا بحبك يا أبوي بدك تحكيها بالعربي يمكن يتفاجأ ويمكن ينصدموا المهم بدنا نحكيها إذا ما بتستطيعي توصلي إلهم بدي تتصلي اتصال إذا ما في إمكانية لا تتصال ما بدنا رسالة مكتوبة بدنا نسمع تسمعي تحكي معاها أمك وتقولي لها أنا بحبك وإذا أبوك يقعد تقولها عطيني أبوي أحكي معاه وبتحكيله إني بحبك يا أبا وارضى عنه والله يحميك ويخليك وهكذا وإذا كانوا قريبين بدنا نقبل يدهم وجبينهم رأسهم ونطلب منهم الدعاء الرابعة بعد هذا الآن الفيديو الدرس هذا سيكون على الفيسبوك موجود موجود يعني بيظلوا مسجل وبتقدر تحطي كامنت بتحطي تعليق حتى بكرة بعده بعد يومين ثلاثة من هون للأسبوع الجاي بتقدر لسه تحطي كامنت مفتوح هذا الأمر فبدي كل وحدة فينا عملة الهومورك تكتب ترجع على الكامنت على الفيسبوك على تحت الدرس نفسه هذا درس بر الوالدين وتحط تم وكان رد الفعل تكتبي لي رد الفعل بكلمات مختصرة تم الأمر له الصدقة تم بفضل الله تم الاتصال بالوالدة وكان السعيدة بالرد تم الاتصال بالوالد أو الذهاب إلى الوالد وكان سعيد مسرور بذلك أو كان يعني مصدوم أو سكروا التلفون بوجهه المهم تكتبي لنا إيش ردة الفعل اللي كانت من الوالدين أو قالوا لك أنت مريضة يما أو مواتة لأنه مش معقول أن تقولي هالكلمات هذه فعلى أي حال تكتبي لنا تم الأمر الواجب وكتبي لنا بدي أشوف كم وحد فينا التزم بهذا الواجب للدرس إذا إن شاء الله هذا ما بدنا إياه من الجميع إنه يتصدق عنهم إذا الجميع أحياءا وأمواتا لمسجدنا أو للمساجد القريبة منكم ثم الدعاء لهم بعد كل صلاة فرض ثم الاتصال بهم أو الذهاب إليهم ثم اسماحهم كلمات طيبة كلمات الحب وتعبر عن حبك لوالدك ولوالدتك إن شاء الله وبعد ذلك بترجع إلى الفيسبوك بتكتبيننا إيش صار معاك بعد هذا إن شاء الله نلتزم كنا جميعا بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من البارين بأولاء بأمهاتنا وأبائنا أحياء وأمواتا إن شاء الله ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم يا من قلت وقولك الحق وبالوالدين إحسانا إنا نسألك رضاك ثم رضى الوالدين اللهم اغفر لوالدينا وارحم والدينا وتجاوز عن والدينا الأحياء منهم والأموات اللهم ارزقنا رضاهما ونعوذ بك من عقوقهما اللهم من كان من والدينا مهموما ففرج همه ومن كان منهم مدينا فاقضي دينه ومن كان منهم مريضا فرد له عافية اللهم اجعل والدينا من أسعد السعداء اللهم اجعلهما من الذاكرين لك الشاكرين لك الطائعين لك المنيبين لك اللهم واجعل أوسع رزقهما عند كبر سنين وانقطاع عمرهما اللهم ارحم والدينا واغفر لهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك ومواطن عفوك وغفرانك اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم من صالح أعمالنا حظا ونصيبا وما اكتسبناه من الخطيئات وتحملنا من التبعات فلا تلحقه بهما خزيا ولا تجعل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارضى عنهم وبلغهم منازل رحمتك ورضوانك اللهم انقلهم من مراتع الدود إلى جنات الخلود ومن ضيق اللحود إلى فسيح جناتك يا رحيم يا ودود ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تأتي بها برزق وفرج وترفع بها عنك كل ضيق ومقت وحرج صلاة ما صلىها مهموم إلا انفرج اللهم آمين جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع ونلقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله لا تنسوا درس الشيخ جمال إن شاء الله الساعة السابعة والنصف بارك الله فيكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر